خليني امشي معاك ازاي ما الناس يعني بتفكر احنا شايفين التدريبات هي موجودة على الشاشة خليني يعني الناس مثلا بتقولك طيب يعني خلينا في السيناريو ماذا لو احنا جبنا الجول الاول هل هيغير ده شوية من نزول حد او يكمل بيها او انه لقدر الله حصل انه يعني خسرنا حاجة في الشوت الاوليني السيناريوهات ممكن تبقى ماشي ازاي طبعا هو اسوأ سيناريو في الماتشاة دي ان انت تتوقع هدف المرعبك هو ماتش مئة وتمانين ديئة تسعين هنا وتسعين هناك ما هو انت مش هتنتظر بقى للاخر يلازم اللي عندك تفكير سنهاد وكل الوقت في حاجة سيئة جدا في نظام الصعود في ماتش الاياب لو حصل تعادل في النتيجة هنالحب شوت اضافي شوتين اضافيين تسعين تلاتين ديئة وتلاتين ديئة وده فكرة ظلمة جدا الفريق اللي بلعب الزياب على ارضه لان الفريق التاني بيستفيد بتلاتين ديئة زيادة على ملعبه وسط البنو وطبعا احنا عانينا في فكرة انضغط من الوريات والقصة ديه فكنا نتمنى ان النظام يبقى تسعين ديئة وتسعين ديئة لو فيه تعادل ونلعب ضربات جزاء على طول ده السيناريو طيب ماذا لو مصر احرزت هدف بالتأكيد هدف لا يرضي تموح المصري وهدف نتيجة واحد صفر ونتيجة صفر صفر هي نتيجة اللعب النهار يعني انت حضرتك ممكن بهدف او بهدفين الموضوع بالنسبة له هو خاصة واحد صفر سهر تعويضه انما فكرة اتنين صفر طبعا احنا نتمنى في قصة الظروف واحد صفر ده نتيجة مرضية طيب ما مش هنكسب اتنين واحد او تلات اتنين مش عايزين نتيجة ديه اصلا اتنين لايقى زي تحيا مصر احنا عايزين الاتنين دي لايقى تحيا مصر دي اه بصي اعايز اقولي حضرتك مصر طبعا ان اعايز اقولي كل بلد يعني انا شفت بعيني اول انباع الوزير وعيس ربطة الاندية وناس فيه تكاتف عظيم جدا جدا خايفة بمنتخبص المهم الملعب طيب احنا دلوقتي احنا بنتفرج ده المران بتاع الجول كيبر واللعيبة صلاح وصل هل بدأ صلاح لانه صلاح دايما كمان ليه كده بيتحضن كده مع اللعيبة كقائد ليهم يعني ويعني يعني بدأ الكواليس بتقول ايه علاقته ايه بيقول ايه المرات دي صلاح لفرقة يعني انا اتشرف بمعرفة صلاح عن قرب من سيدين كنت معاه في الجابون كنت معاه منتخب مصر في الجابون 2017 وكنت معاه في البطولة اخيرة وكنت معاه في كاس عام 2018 في موسكو عمري ما شفت محمد صلاح في حالة معنوية مرتفعة وعايز اقولك الابتسامة لا تفرضك وجه يعني حتى لو حضرتك في الانسراتيات اللي بتتعرض اما بفيه سبوت على محمد صلاح قبل قبل مرات محمد صلاح بيحافز اللعيبة محمد صلاح بيوقف كتير جدا مع كاروس كيروش حديث دحكة كلها مع اللعيبة في جو انا ما شفتوش قبل كده زي ما يكون بيوجه الرسالة لهم شيء ضغوط يعني ما تخافوش احنا اه فوضع المسؤولية بس اتطاقة اللي بيديها صلاح لفريقه بتفرق معاهم؟ حضرتك لما يكون الكابتن بحجم محمد صلاح واحد من اعظم وافضل لعيب للعالم فهو ده بالنسبة له لأي لعيب سوية في المنتخب ده حاجة عظيمة جدا طبعا المتلقي يتلقى معلومة من حد امج او حد في حجم محمد صلاح نموذك لا مصدر ثقة مصدر طمأنينة مصدر كل حاجة حلوة محمد صلاح واحنا شوفنا دور القيادة في كلاسة الورم الفقية ازاي كلمة لتدخلات مع الحكام كان فعلا محمد صلاح راجل قائد على اكمل وجه قائد يليق بمنتخب مصر وبالتالي محمد صلاح مسليم محمد الله متعافي ما عندي نجمي فضل الله في الثلاثة وعشرين لعيب اي اصبار الحمد لله هي فكرة دلوقتي في كيفية توظيف اللعيبة واستيعابه من الطريقة وكمان اللعيبة اللي بتلعب في المنتخب مصر هيشوفه جمهور كتير فيه لعيبة ما شافتش الجمهور ده ابل جدا ايو طبعا فيه لعيبة صورية يعني مرموش شاف حاجة بسيطة في برج العرب في برج العرب بس ما شافش الجمهور ده ابو خمسة وشتين قال كم بالزبط فيه لعيبة لسه ما يعني ايه عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنعم فيه لعيبة ما شافتش الجمهور ده فطبعا لابد يكون هم اخدوا جرعة ثقة جرعة طمأنينة جرعة ثبات نفسي عشان يقدروا يتعاملوا مع هذا الكم من الجمهور مع هذا المشهد يرعب احنا افريقيا مسميها استاد القاهرة استاد الرعب وبالتالي احنا لازم نستفيد يعني فريط السنغال بي خاف من مش فريط السنغال بي خاف من اه افريقيا كلها التاريخ كله بيقول ان المنتخب مصر على ارضه حاجة تانية يعني الجمهور بكرة هو واحد من العناصر اللي كيروش بيلعب بيه تمام لا مش واحد من العناصر هو اهم هو هو ايه كده ايه هو اهم عنصر موجود بكرة